أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجعة ترشيحه لخصمه اللدود ميشال عون لرئاسة لبنان وجاء إعلان جعجعة ترشيحه لرئيس تكتر التغيير والإصلاح النائب ميشال عون في إطار ما سمتها مصاد لبنانية بالتفاهم الكامل على المرحلة المقبلة بعد توقيع الطرفين على ورقة إعلان نيات تشكل وثيقة تاريخية حول الملف الرئاسي وبعد طول دراسة وتفكير ومناقشات ومداولات في الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية تبني القوات اللبنانية لترشيح لعماد ميشال عون تبني القوات اللبنانية لترشيح لعماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية في خطوة تحمل الأمل بالخروج مما نحن فيه إلى وضع أكثر أماناً واستقراراً وحياة طبيعية ما عزز اقتناعنا بهذه الخطوة هو التطور الإيجابي في العلاقة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية لسيما من خلال ورقة أعلان النواية التي وقعت في حزيران من العام 2015 ودعا جعجع في المؤتمر الصحفيق ورابع عشر من أذار لاتخاذ نفس الموقف بتبني ترشيح العماد ميشال عون من أجل مصلحة لبنان بناء على ما تقدم من نقاط تشكل نواة مهمة لبرنامج رئاسي وانطلاقاً من هذا الإطار السياسي الواضح الذي دفعنا إلى تبني هذا الترشيح أدعو القوى الحليفة في 14 أدار وثورة الأرض إلى تبني ترشيح العماد عون لسيما وأن الإطار المذكور يترجم في نواحي عدة منه عنوين مهمة من مشروع 14 أدار ويتلاءم معها على خلفية الواقعية السياسية واعتماد أفضل الخيارات المتاحة كذلك أدعو جميع الفرقاء والأحزاب والشخصيات المستقلة في لبنان إلى الالتفاف حول ترشيح العماد عون أعلن نخرج من حالة العداء والاحتقان والانقسام التي نحن فيها إلى حالة أكثر وفاقا وتعاونا عنوانها الوحيد الأساس المصلحة اللبنانية العليا ولا شيء سواها